وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إجراء تقييم للشركات التي تم التعاقد معها بشأن منظومة النظافة في بعض أحياء القاهرة مؤكداً ضرورة أن تكون هناك متابعة على مدار الوقت حتى يشعر المواطن بمردود في هذا الملف وخلال لقائه وزير التنمية المحلية هشام أمنة أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على الإسراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بالتعاون بين الوزراء المعنية لاستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات من خلال تفعيل هذه المنظومة الجديدة على أن يتم مراعاة استخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالمياً وذلك من أجل تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين